اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موصلة البناء على ما تحقق في كافة مجالات التعاون التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة والدفع بها نحو مسارات اشمل تعقس عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين مشيرا سموه الى اهمية تعزيز اطر العمل المشترك واستمرار تنسيقها على مختلف الاصعدة بما يفتح افاقا ارحب ويسهم في تحقيق الاهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقائه في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادت السيدة مارغريت ناردي القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين حيث نوه سموه بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا وتسهيل توفير التطعيمات للمملكة ضمن الجهود التي تصب في تعزيز التعاون الدولي المشترك في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا كما جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية من جانبها اعربت القائم بعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع